ايها الاخوة المؤمنون ينبغي على المجتمع ينبغي على المسلمين ان يستوصوا خيرا بضعفائهم من اليتامى والعجائز والمرضى وذوي العاهات من مما يسمى ممن يسمى في هذا العصر بذوي الاحتياجات الخاصة فلا يجوز للأمة ان تغفل عنهم او تتركهم في فقر او ضعف او قلة زاد فانه فانه لا ينبغي ترك هؤلاء وعدم الاهتمام بهم بل يجب على الأمة ان ترعاهم وتحيطهم بما يجعلهم يجعلهم في أحسن حال وبما يوسع عليهم ويفرح صدورهم لأنهم من أسباب النصر من أسباب الرزق للأمة فعن فعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال إنما ترزقون وتنصرون بدعفائكم وقال سعد بن أبي وقاص إن الأمة لتنصروا وترزقوا بدعفائها بدعائهم بصلاتهم بإيمانهم بإخلاصهم فهؤلاء سبب لنصرة الأمة وسبب لغيث نزول الغيث وسبب لكثرة الخير وكثرة النعم في الأمة لا ينبغي أن نعتبر هؤلاء المستضعفين عالى وحمل ثقيل نتأفف من خدمتهم أو تخصيص بعض المؤونة لهم أو لاهتمام بهم وإدخال المصرات عليهم لا ينبغي هذا بل المؤمنون هما أرحم من غيرهم وينبغي أن يفرح المؤمن إذا كان عنده ضعيف يخدمه ويشعر بأن الله سبحانه وتعالى قد أكرمه بذلك وأن الله سبحانه وتعالى أنه يدفع به عنه الضرر وأنه يرزقه بهذا بخدمة هذا الضعيف وأنه وأن الله يحفظ له أمنه وذريته وماله ولذلك فلما كانت هذه الخصلة موجودة في الروم فقد ذكرها لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من خصالهم وأنهم أرحموا بضعيف ومسكين ويتيم أرحموا بضعيف ويتيم ومسكين ولذا هذا ينبغي أن يكون محط الاهتمام ومحط الرعاية من غير أن يقال ما بالنا نخصص لهؤلاء أموالا ماذا نستفيد منهم وماذا ندفع هذا قول من قول الجاحدين قول الكافرين لا ينبغي أن يكون قول المؤمنين ولذلك فإنبغي للمسلمين أن يكونوا أرحم الناس بالناس مهما كانت ديانتهم ومهما كانت جنسيتهم ومهما من أي مكان كانوا فالمستضعفين من اليتامة والمساكين والعجزة وإصحاب العاهات والزمنة وغيرهم والأرامل ممن لا يملكون دناراً ولا درهماً هؤلاء ينبغي أن يحظوا بالرعاية والعناية من المسلمين من المسلمين عامتهم وخاصتهم ومن أولياء الأمور أن يخصصوا لهم من ميزانية الدولة ما يكون ما يجعلهم في حياة طيبة مثلهم مثل غيرهم لأنهم يمكن أن يكون حصناً للأمة يحفظون الأمة يحفظ الله بهم الأمة وينصرها على أعدائها ويغيث الله بهم الأمة وينصر الله بهم الأمة فلا ينبغي أن أن يتأنيأ فلا ينبغي لأحد أو للأئمة لأئمة الأمة أو رجالها أن يتركوا هؤلاء ويهملوهم ظناً منهم أن هؤلاء لا فائدة منهم ولا يرتجى منهم بل قد يكون منهم إذا تمت الرعاية لهم على وجهها قد يأتي منهم من هو فيه من الخير الكثير وسيكون له يمكن أن يكون مبدعاً يمكن أن يكون ذا شعن فمن يدري فلذلك فينبغي للأمة أن لا تترك أحداً من هؤلاء من الأمة لا ينبغي أن تترك أحداً منهم ضائعاً أو مهملاً أو بدون اعتبار ترجمة نانسي قنقر